رفض رجال الأعمال ألية الحكومة في الإبلاغ عن العطل سواء الرسمية أو الطارئة لنعكاساتها على بيئة الأعمال والالتزامات المالية والتجارية جمعية رجال الأعمال الأردنيين قالت في بيان صحفي إن صدور قرارات بشكل مفاجئ حول العطل يسبب إرباكاً للمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية وذلك لارتباطها بالتزامات تجاه أطراف خارجية كما يؤدي إلى انخفاض الانتاج الوطني ودعت إلى إعادة النظر في ألية بلغات العطل الرسمية أو الطارئة حفاظاً على مصالح وأعمال القطاع الخاص